سالعين للمجد والعليا مجدي لطالب السماء وارفعي طفاق أفضر يعمل النور المصرق رجدي الله أفضر يا موطني موطني عشت بطر المصلمين حاجة الملك للعلم والوطن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا وسهلا بكم عزان الطلاب في مقرر المهارات الإدارية أربعة مهارات البيع والشراء في الدروس السابقة تحدثنا عن الطرف الأول في عملية الشرائية وهو المشتري وتحدثنا عن السلوكيات وعن صفاته وعن العوامل المؤثرة عليه وكذلك تحدثنا عن السلوكيات السلبية في الشراء وأيضا تحدثنا عن ثقافة الادخار وغطينا كل الجوانب التي تعلق في المشتري في هذه الوحدة سننتقل إلى الطرف الآخر في عملية الشرائية وهو البائع في هذه الوحدة سنتناول مهارات أيضا واصطرق البيع وكذلك ما الذي يجب على البائع أن يقوم به في الدرس الأول بإذن الله سنتحدث عن صفات البائع الناجح وكذلك مهارات البائع الناجح في صفات البائع الناجح تعرفنا في الدروس حينما درسناها على العديد من الصفات التي يجب على البائع أن يتحلى بها وأيضا نقارن هذه الصفات بما دعانا إليه الإسلام من قيم وأخلاق يجب أن نتحلى بها كأفراد مسلمين في العملية البيعية هناك شخص يطلق عليه بائع وهذا البائع هو أهم شخص بالنسبة للمنظمات لأنه هو الذي يواجه المشتري وهو الذي سيكون قادرا على إقناع المشتري أو أن المشتري سيذهب من هذا المحل بسبب هذا البائع إذن البائع مثل الصف الأول في العملية البيعية لذلك لا بد أن يتحلى هذا الشخص بالعديد من المهارات والصفات التي تجعله قادرا على الإقناع قادرا على التأثير على الآخرين يكون مصدر تمويل أو مصدر إيراد بالنسبة للمنظمة يكون لديه الكفاءة العالية التي تجعله على قدر المسؤولية التي حملت له سواء إذا كان يعمل في شركة أو يعمل لحسابه الشخصي صفات البائع الناجح أول هذه الصفات وهي الصدق والأمانة فالصدق والأمانة خصلتان كريمتان دعا إليهم أيضا الإسلام فيجب علينا أن نتحلى بها في جميع المهن وليس فقط في البيع لذلك إذا كان الشخص صادقا أمينا سيبارك الله سبحانه وتعالى بإذنه في رزقه وكثيرا من الناس يحرص على أن يشتري من بائع صادق أمين لأنه إذا عرف أنك صادق أمين يعلم أنك لا تغشه يعلم أنك تخاف الله سبحانه وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمر بحفظ الأمانة لأنها تعادل كل ما فاتك من الدنيا لذلك شأنها عظيم أيضا اللياقة البدنية فاللياقة البدنية أيضا من الصفات التي يجب أن تكون في البائع فالكثير من الوظائف والكثير من المحام تطلب من البائع أن يكون دو لياقة مثلا نفترض أنك بائع في مجال العقار أو تأجير الشقاق أو تأجير منازل لذلك ستذهب مع المشتري ستذهب مع العميل إلى هذه المباني ستصعد درج ثم تنزل وإلى آخره إذن سيطلب منك هذا العمل بذل جهد والعديد منه ضعيف سواء في التحميل في التنزيل إلى آخره في التسويق كل ذلك تطلب منك جهد بدني لذلك اللياقة مطلوبة أيضا في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لذلك يجب علينا أن تكون لدينا اللياقة البدنية التي تساعدنا في آداء عملنا بشكل عام وكذلك البائع يجب عليها أن يكون ذو لياقة عالية أيضا من الأشياء المهمة في عملية البيئة الهيئة العامة اللائقة بمعنى أن يكون البائع لبسه لائق وشكله الخارجي يكون متماشيا مع العادات والتقاليد لا يكون بشكل يظهر الشمعزاز أو خوف من المجتمع لذلك لا بد أن يكون موافق للعادات الموجودة في هذه المنطقة يكون لبسه أنيق بمعنى أن لا يكون يختلف عن المجتمع يكون يشد المجتمع بتصرفات عجيبة يجب أن يكون نظيف أنيق وهذه تؤثر في عملية البيع بشكل كبير فحينما يأتي المشتري ويجد البائع مرتديا الملابس غير مناسبة أو تختلف مع المجتمع أو إلى آخره سقد يتخوف قد يتردد في عملية الشراء لكن حينما يجده مرتديا ملابس أنيقة ملابس متوافقة نظيفة إذن سيكون أول مصادر للثقة في البائع خصوصا في بعض المحلات حينما تأتي مثلا إلى محل يبيع العطراء وتجد الهيئة العامة لهذا الشخص غير مناسبة سيبادر العميل أولا لماذا لم يهتم بنفسه قبل أن يبيع للعمل لذلك يجب عليك أن تكون إذا كنت بائعا أو غير بائع أن تكون هيئتك العامة لائقة مناسبة للمجتمع مناسبة لمن حولك رابعا الثقة بالنفس والإطمينة وأيضا هذه مهمة جدا بمعنى أن البائع لا بد أن يكون واثق نفسه واثق أنه سيبيع على هذه المنتجات واثق من منتجاته فإنه حينما يكون واثق سيبعث الطمأنينة في المشتري سيقدم له أيضا المنتجات بكل ثقة سيعرض عليه دون الحاجة إلى تردد واثقة تأتي حينما يكون المشتري أو البائع عفوا قادر على أو فاهم منتجاته قادرا على استيعاب المنتج عارف ما الذي يدور في السوق إذن مثلا لو نفترض أن بائع أجهزة كهربائية وأتاه مشتري ولا يعرف عن الجهاز كيف يركب كيف يفتع كيف يستخدم فهذا يجعل المشتري يتردد فهم الشرائية وتخوف لأن البائع لا يعرف كيف يتم استخدام هذا المنتج لذلك تأتي الثقة بالنفس والإطمئنان حينما تكون قادر على فهم المنتج مستوعب أو لديك المعلومات الكافية التي تساعدك في إقناع المشتري كذلك من الصفات التي يجب أن تتحلى بالبائع طلاقة الوجو حسن المنطق فأيضا من الابتسامة في وجه العميل فهذا من الأشياء التي تجعل العميل يرتاح وأيضا تؤثر في عملية شرائية فدائما وأبدا نجد البائعين المبتسمين البائعين الودودين اللطيفين نجدهم مؤثرين حينما نقرر العملية الشرائية فلا يرفع صوته ولا يكون مزعج للعميل بمعنى أن يكون مرح يكون مبتسم فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال تبسمك في وجه أخيك صدق فحينما تتبسم غير العملية لو اقناع العميل في البيع والشراء ستحصل بإذن الله على أجر من الله سبحانه وتعالى وذلك في سبب تبسمك في وجه أخيك وتبسم أيضا رسالة طمئنان وتبعثها إلى المشتري كذلك الإنصات الجيد الإنصات الجيد أيضا للعميل بمعنى أن تكون مركزا مع العميل وكما تعلمني اختلف الإنصات عن السماع والسماع قد تقوم بسماء العميل ولكن لست بكامل تركيزك تكون تنشغل بعدة أمور لكن الإنصات تطلب منك النظر إلى العميل تطلب منك التركيز التحليل تفكير بما يقوله العميل وهذا من الأشياء أيضا المؤثرة في عملية البيع أيضا من الأشياء المهمة الرغبة في الإنجاز وحب التفوق فحينما يكون البائع لديه الرغبة في البيع لديه الرغبة في الإنجاز هذا سيولد القوة والحركة القوية لعمية البيع لكن حينما يكون ليس لديه الرغبة نجدها في بعض المتاجة نجد البائع جالس ولا حينما يأتي العميل ويذهب وكأن لم يدخل أحدا لهذا المحل وكأنه جالس فقط لعملية حفظ المحل من السرقة ولا يهمه العميل لدخل أم خرج فحينما تدخل وتجد البائع متحمس للبيع سيبعث في نفسك أنه رجل يريد أن ينجز رجل يريد أن يتفوق رجل يريد أن يبيع فالرغبة في الإنجاز بإذن الله هذه تقود البائع إلى تحقيق ما يريد ومن أهم الصفات في البائع الناجح هو أنه يريد أن يتفوق يريد أن يبيع أيضا من الأشياء المهمة وهي السماحة في التعامل فالإسلام أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على السماحة في أمورنا ومنها البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحم الله امرئ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى إذن السماحة خلق رفيع خلق مهم يقوي العلاقة بين البائع والمشتري فالشخص حينما أو البائع حينما يكون سمح مع المشتري لا يكون شديد في عملية البائع وكذلك المشتري هذا يساعد على تنمية العلاقة على مرور الوقت في يسر وسهولة يكون البائع سمح مع المشتري والمشتري كذلك يكون سمح وهذه الأخلاق الرفيعة التي دعنا إليها الإسلام وآخر الصفات هي حب المساعدة للعمل فالعميل حينما يأتي إلى المتجر أو يريد أن يشتري يجب أن يفكر البائع أنه في يوم من أيام سيأتي أو في كل يوم سيأتي إلى مجر آخر ويقرر الشراء لذلك سيحتاج أن من يساعده كذلك حينما تكون بائع يجب أن تفكر وتضع نفسك مكان هذا المشتري الذي لا يعرف شيء مثلا عن المنتج أو لديه معلومات ناقصة لذلك تعتبره شخص يريد المساعدة وتبحث عن أفضل منتج قد يفيد هذا العمل بمعنى قد يأتيك مشتري وأنت بائع وتجد أن المشتري قرر شراء منتج ما وأن تعلم من حال هذا المشتري بعد أن وصف لك حالة أو وصف لك رغبة أنه لا يناسبه إذن من المساعدة أن تبين للعمير ومن الصدق والأمانة كذلك أن تبين أن هذا المنتج لا يناسبك يناسبك منتج الآخر أو لا يوجد الذي منتج يناسبك إذن يجب أن تكون شخص أمين وتحب ومساعدة الآخرين وتشعر بما يشعرون به وتفضل وتؤثر على نفسك وأيضا من الإسلام دعا إلى ذلك وحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس فلذلك حينما تساعد الناس بإذن الله سيبارك الله في رزقك ويحقق لك ما تريد إذن كل هذه الصفات من الصفات الحميدة من الصفات المهمة في عملة البيع والإسلام أيضا حثنا على الاقتداء أو التعامل مع العملة بهذه الصفات سواء في عملية البيع أو في حياتنا بشكل عام في الدرس الثاني تناولنا مهارات البائع النج تحدثنا بالإضافة إلى الصفات التي يجب أن يتحل بها البائع هناك مهارات أيضا يجب أن يطور البائع نفسه بها هناك مهارات أساسية وأبي إذن الله سنستذكرها سويا ونستنتجها سويا من خلال هذا الدرس هناك أنشطة أو مهارات يجب أن تكون في البائع لكي يكون قادر على البيع وهناك مهارات بكل وظيفة ولكن هناك مهارات أساسية في كل عمليات البيع والمهارة تأتي من خلال الاكتساب والتدريب مع الوقت سيجد البائع نفسه قادرا على البيع بأقصر وقت وبمهارة عالية فحين ما يمارس وحينما يتدرب سيكتسب المهارة بشكل أكبر وهذا يجعله بائعا محترفا بإذن الله من أهم هذه المهارات أولا مهارة التفكير وأيضا مهارات الاتصال وكذلك مهارات إدارة الوقت مهارة التفكير في العملية البيعية نريد أن يكون البائع لديه المهارة القوية في عملية التفكير التفكير في حل المشكلات التفكير في تقديم كيف يقدم النصائح كيف يقدم المشورة للعميل كيف يتعامل مع المشكلات التي قد تطرى إذن يكون قادر على تحليل الوضع بالنسبة للمشتري يقرأ المشتري من خلال تفكيره إذن مهارة التفكير من المهارات التي تساعدنا في العملية البيعية وتجعل البائع قادر على البيع وأيضا إقناع العميل في عملية الشراء مهارات الاتصال وأيضا مهارات الاتصال من أهم المهارات المطلوبة في حياتنا بشكل عام وفي البيع بشكل خاص فمهارة الاتصال هو كيف تتواصل مع العميل كيف يتم تلقي المعلومات العميلة وكيف توصل هذه المعلومات فالعملاء أيضا يختلفون بمهاراتهم وقدراتهم لذلك حينما يكون لديك المهارات للتعامل مع جميع أنواع العملة فلدينا العميل الودود العميل الغاضب العميل الساكت الهادئ إلى آخره إذن صفات الناس تختلف لذلك يجب أن يكون لدى البائع القدرة على التواصل مع جميع فئات المجتمع فحينما يكون لديه القدرة العالية في الاتصال ولهذه المهارات سيكون له التأثير العالي ومن أهم المهارات أيضا في عمل الاتصال هو لغة الجسد أيضا لها تأثير في عملية الاتصال فيجب أن يكون البائع على الطلاع بلغة الجسد يعرف كيف يتعامل معه يعرف الإشارات والإيماءات والحركات التي تظهر أثناء عملية الاتصال بين البائع والمشتري فحينما بعض الإشارات بعض الحركات توحي بأن العميل مقتنع توحي بأن العميل غاضب إذن يجب عليك بائع ناجح أن يكون لديك المهارة العالية في عملية التواصل والإقناع مع العميل أيضا من المهارات المهمة مهارة إدارة الوقت البائع يجب أن يكون لديه قدرة على إدارة الوقت إدارة العملية البيعية بشكل صحيح قد يذهب الوقت بشكل سريع وحينما لا يمتلك المهارة الكافية ولا تتم عملية البيعية وأيضا التقنية الحديثة تساعدنا في اكتساب هذه المهارة في التطور فالبائع لا بد أن يكون لديه المهارة في إدارة الوقت ينظم وقته يضع هناك جدول للوقت ما الأشياء الضرورية ما الأشياء الطارية ما الأشياء الممكن تأجيلها ليس فقط في مهمة واحدة إنما في جميع مهام العميلة البيع يجب أن يكون لديه القدرة على إدارة الوقت سواء أثناء الحوار مع المشتري أو في المهام الأخرى التي تسند إليه إذن المهارات يجب أن يكون البائع قادر على التفكير لديه المهارات العالية لديه أيضا القدرة على التواصل مع العملة بشكل ممتاز بشكل يقنع العملة أيضا مهارة إدارة الوقت يكون منظم بوقته قادرا على تنظيم وقته بحيث لا يبا هذا الوقت هباء منثور دعونا نجيب على هذا النشاط التالي قامت إحدى الشركات بالعنام عن وظيفة باع أجهزة منزلية بأحد محلاتها التجارية برأيك ما هي أهم المهارات والمتطلبات التي لا بد توافرها المتقدم للوضع تحدثنا عن المهارات مهارات التفكير مهارات البيع الشراء مهارات عفوا مهارات تحدثنا عن تحدثنا عن عديد مهارات مهارات التفكير مهارات الاتصال إدارة الوقت نريد أن نخصص بالذات يعني بائع أجهزة منزلية ما الذي يجب عليه؟ أولاً الإلمام بمبادئ سلوك المستهلك لابد أنه في متجر في محل لابد أن يعرف مبادئ التعامل أو السلوك مع المستهلك أن المستهلكين يختلفون لدينا المستهلك المثالي المستهلك العاطفي العقلاني لدينا مستهلكين لديهم سلوكيات مختلفة لابد أن يكون لدى هذا الباع الإلمام الكافي في مبادئ وسلوكيات المشتري بالإضافة إلى أن يتعرف أو يكون على الطلاع على مبادئ التسويق كيف يسوق المنتج كيف يبدأ في عمل التسويق ما الذي أحتاجه لكي يتم إقناع العميل من خلال أن أسوق عليه المنتجات حينما تأتي إلى متجر وتجد أن العميل أو أن الباع يتم أو يأخذ منك العديد من التفاصيل وذلك للبدء في عمل التسويق من خلال وضعك من خلال معلوماتك يبدأ في عملية التسويق وهذا المسوق الناجح والباع الناجح يستفسر منك يسأل أن ينصت إليك بعد ذلك يبدأ في عملية التسويق ومنهم مبادئ التسويق أولا الإنصات للعميل فهم رغبة العميل بعد ذلك ستعرض المنتجات المتوفرة التي تتوقع أن تفيد العميل أيضا امتلاك مهارة التواصل كيف تقنع العميل فيها خلال حينما تبيع أجهزة منزلية أجهزة منزلية لابد أن تكون تطلاع على الأجهزة نوعية الأجهزة الضمانات كيف يتم تشغيلها كيف يتم إطفاؤها ما هي مزايا كل منتج كيف تتم عملية المقارنة بين المنتجات من خلال ما الذي يناسب العميل بناء على وضع لدينا العديد من الأجهزة كل جهاز لديهم مواصفات تختلف عن الجهاز الآخر لذلك يجب على البائع أن يكون قادر بالإضافة لأنه سواتها الجمهور إذن لابد أن يتحمل الضغوط يتحمل بعض العمل أحيانا يكون يمر بظروف صعبة بعض العمل يكون غير مؤدى مع البائع بعض العمل يكون مؤدى إذن صفات الناس تختلف لابد يكون لديهم قدرة على تحمل التواصل وتحمل العلاقة مع العمل إذن بشكل عام كل الوظائف تطلب هذه المهارات لكن بائع على أجهزة كاربائية لابد أن يكون على إلمام كامل بالتقنية إلمام كامل بآخر ما توصت للتقنية في الأجهزة كاربائية إذن الشركة تبحث دائما عن البائع القادر على إقناع العميل بالإضافة إلى أنه يكون متمكن في تخصصه يتمكن في مجال عمله إذن التمكن حينما تكون بائع أجهزة مزلية التمكن هو أن تعرف الأجهزة تعرف كيف تشتغل تعرف كيف تتعامل معها لا استطيع أو لا يقتنع العميل من البائع الذي لا يعرف عن الأجهزة حينما تأتي إلى محل وتأسأل العميل ما هي مزايها منتج ما الذي يميزع منتجات الأخرى كيف يتم تشغيله كيف يتم إطفاءه ما هو الضمار حينما يكون رد البائع سلبا أو لا يستطيع إفادتك سيكون لها تأثير لذلك ستجد أن المشتري سيذهب إلى المنافسين بسبب أن هذا البائع لا يعرف شيئا أو لا يتحمل الضغوط إذن بشكل عام يجب عليه كبائع أن يتحل بالعديد من الصفات من أهمها الإلمام بمبادئ سلوك المستهلك أيضا الإلمام بمبادئ التسويق لأنه سيكون في المحل وهو الذي يسوق هو في الصف الأول مواجهة العملاء أيضا مهارات الإقناع والتواصل الفعل إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن أنصاتكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello and welcome to everyone I am Waleed Ibrahim Alalewah and I will introduce Traveller 6 for the third secondary grade the second semester and the topic is revision for unit 3 and unit 4 let's start now with unit 3 okay in this unit we will revise words easily confused and phrasal verb go nouns ending in ant and ent and phrasal verbs with term compound nouns and this is from page 34 and to page 14 okay now let's talk about vocabulary in page 34 this is about words easily confused okay the first group is excellence quality perfection what does it mean this these are nouns طبعا هذه اسمها الآن excellence تعني very high quality اللي هو التفوق أو الامتياز quality means characteristic indicating that something is good اللي هو مستوعى أو نوعية جيدة perfection تعني quality or state that cannot possible be better اللي هو الكمال أو الحالة المثالية okay lastly at last at least last but not least طبعا أيضا قائمة ثانية الكلمات اللي هي مثلا lastly تعني this is advert طبعا uh finally معناها أخيرا وفي الختام used when mentioning the last point or item إذا جيد تذكر آخر نقطة في شيء at last at last at last تعني this is also uh idioms and finally تعني finally applying after much delay effort يعني بعد تأخر شيء ما تقول at last وأخيرا أو بعد طول انتظار at least at least at least a phrase used to indicate that despite a disadvantage mentioned there is a positive aspect at least يعني عنا الأقل okay last but not least this is also idioms a phrase used to indicate that the last person thing or idea mentioned is as important as the others mentioned previously يعني تقول مثلا أخيرا وليس آخر okay let's talk about these nouns celebrations ceremony festival celebration means a special gathering where people enjoy a special occasion or a formal event ليو اعتفال ceremony means an official activity نشاط رسمي or event that is carried out to mark a special occasion festival festival means series of events occurring for a limited period of time ليوم هرجاء okay let's talk about now academic intellectual studios okay academic this is a noun تعني related to studies in schools and universities اللي هو تعني دراسي and intellectual also this is a noun related to a person's ability إلى مقدرة الشخص to think and understand إذن تعني مفكر أو مثقف studius اللي هو فوند of studying اللذي يحب الدراسة يسمى studius اللي هو مجد أو مجتهد okay also we have campus dorm and premises and campus this is a noun campus this is a noun and the meaning of this is university area المنطقة جامعية containing buildings and facilities تحتوي على مباني ومعدات لي الحرم الجامعي أو الساحة الجامعية دورم طبعا a building in which university students live مبنى يعيش فيه طلاب الجامع أيضا هو مسكن جامعي premises تعني the building and land belonging to a business or an institution اللي هي البنية التحتية we have also authentic accurate factual authentic means means real not fake حقيقي وليس مقلد أو ليس هو عقيقي and accurate تعني دقيق correct and exact and factual means having to do with facts يعني واقعي okay now let's do the practice choose the test answer a b c or d number one bill gave an accurate description of the thief and the police were able to catch them two mark and tom were sharing a dorm while they were at university three henry is not very stodious person sometimes person sometimes he doesn't even do this or do his homework number four the wedding ceremony lasted for two hours and was very moving okay here we have also vocabulary about phrasal verb go يفعل go طبعا كلنا نعرف ان go معناها يذهب لكن phrasal verb now اللي يفعل مع preposition حرف جر go away وش تعني to leave the place where you live أن تغادر المكان الذي تعيش فيه go over تعني to look at or think about or discuss something carefully from beginning to end go with go with تعني to match or be suitable with something يعني يتطابق مع الشيء go off تعني to explode go ahead تعني to start do something especially after planning of or asking permission to do it go on تعني to start working أو to pass طبعا إذا قلت to pass تستخدم مع الوقت to use about time go through تعني to be completed successfully أن تكون ناجح بشكل تام okay also we have nouns ending in a and t or e and t الأفعال التي أضيف لها e and t أو a and t تتحول إلى اسم مثل فعل reside يقيم تعني والفاعل resident تصبح resident مقيم serve servant خادم correspond correspondent immigrant immigrant مهاجر طبعا correspondent تعني مراسل apply يقدم على وظيفة applicant اللي هو الشخص اللي يقدم على الوظيفة assist يساعد والاسم assistant مساعد contest والاسم منها contest طبعا contest اللي هو ينافس و consult تعني يستشير و consultant تعني مستشار okay guys let's talk about grammar in page 35 this is about passive voice type 1 what is passive voice passive voice طبعا نستخدمه إذا جيت أتكلم عن أو أركز على الحدث أكثر من سببه أو قام به so we use the passive voice to emphasize an action rather than who or what is responsible for it okay so uh the passive voice is formed with the verb طبعا يتكون شكل ال passive voice طبعا لازم نبدأ بي بي اللي هو آم الزعار وهو على حسب زمن الجملة the past participle of the main vein والفعل في التصريف الثالث the past participle للفعل الأساسي طيب في present simple الجملة هذي active they always serve tea with cakes تصبح في ال passive the tea is always served with cakes past simple I repaired the roof last year تصبح the roof was repaired طبعا وهاز لينا في الماضي هل حسب الزمن نشكل الفعل present perfect simple we have removed all the furniture from the living room so we will say that all the furniture has been removed from the living room past perfect simple the fire had destroyed the house before the fire brigade arrived تصبح في ال passive the house had been destroyed by the fire before the fire brigade arrived future will mark will pay the bill tomorrow تصبح the bill will be paid tomorrow going to they are going to publish his new novel next month تصبح his new novel is going to be published next month this is passive and this is active okay we have also future perfect simple I will have posted all the letters by noon تصبح all the letters will have been posted by noon in present infinitive we need to this is infinitive to finish this work by tomorrow تصبح this work needs to be finished by tomorrow needs طبعا لإنا present perfect infinitive he could have bought the tickets earlier تصبح the tickets could have been bought earlier and modal verbs you must take him to hospital تصبح he must be taken to hospital okay we have verbs of perception see her watch smell feel notice pares and they are in the act voice و كما نعرف أيضاً يكون صانك صاحب و adesso نحن تحديث نلاسية با기� suppression this is passive two, Hussein is repairing oh, is being repaired the fence now so, is repairing three, Colin had been seen or had seen running in the street had seen had been seen the right answer four, the secretary has been typed or has typed five letters so far so, Nagul has typed because we have, this is present perfect number five, the children are not let, are not allowed so, we cannot say, are not let ma ikdan gul, are not let, like لأنها passive, إذن مستبدل, are not, let مستبدل, be allowed والفعل, to full infinitive, are not allowed okay, also, we have in page 37, vocabulary this is about phrasal verbs, turn turn out, تعني prove to be تثبت أنك على حقه ما إذنك turn down, reviews and offer ترفض turn in, go to bed turn up, تعني arrive يصل turn into change or become a different thing and turn over تعني give something to the authorities let's take also compound noun a compound noun is a combination of two or more nouns اسمان فأكثر مركبة that function as one word تصبح كلمة واحدة مثل water tank الآن أصبحت كلمة واحدة water tank and bedroom weather forecast نشر الجوية too thick ألم الأسنان police station motor boat school bus kitchen table okay another things we have in page 37 we have passive voice type 2 النوع الثاني passive voice طبعا قلنا نتكلم عن الحدث أكثر من من تسبب بها أو قام به الآن passive voice type 2 عن progressive present progressive or past progressive or ing form we form the progressive tenses in the passive voice with appropriate from form of the verb of the verb B plus being plus the past participle of the main verb type present progressive مثلا they are renovating the hotel تصبح في ال passive the hotel is being renovated past progressive the campers were pitching the tents when it started to rain تصبح في ال passive the tents were being pitched by the campers when it started to rain ing form to call I hate people staring at me هذه ال active طبعا في ال passive اشتصبح تقول I hate being I hate being staring at me verbs such as الأفعال مثل know, believe, say, think etc. are often followed by تكون ماتبوعة اللي دائما تكون غالبا ماتبوعة ب that clause الجملة اللي that clause in the active voice and can be used in make general statement the passive voice can be formed in two ways طبعا في ال passive ممكن نخليها في طريقتين إما الطريقة الأولى it زائد passive for زائد that clause مثل الجملة هذه مثلا people believe طبعا في عندنا belief نبينحولها الآن إلى it passive or that clause people believe that he is very rich نقول it's believed that he is very rich أو مثلا they say that they say that the local built this bridge last year تصبح it said that this bridge was built by the locals last year طبعا هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية subject الفاعل passive form of the verb وإما يجي بعدها to والفاعل في المصدر أو مثل he is believed he is believed subject وbelieved passive form to be very rich to و be الفاعل في المصدر very rich أو الطريقة الثانية اللي هي subject passive form وto have been وpast participle مثلا نقول this bridge is said طبعا هذا subject والpassive form to have to have been وpast participle built by the local last year the road okay let's talk about unit 4 we will talk about clauses of concession and result and purpose causative form and words easily confused idioms with parts of the body and this is from page 44 to page 54 okay now let's talk about vocabulary in page 44 and this is about words easily confused الكلمات اللي دائما تكون تنخبط في معناها okay now let's take this group of words peak height top peak تعني the point the point of highest intensity value or achievement لذروة this is a noun height which تعني the measurement of how tall somebody or something is noun ارتفاع طبعا top which تعني the highest point of something أعلى نقطة في مكان okay we have also notice remark and observe notice فعل تعني to observe something أي يلاحظ remark this is also verb تعني to say or write something and comment on it يعني تعلق على شيء أو تبدي ملاحظتك على شيء تعلق على هذا الشيء observe تعني to watch something or somebody carefully يعني تشاهد هذا الشيء بدقة okay here we have signal sign symbol gesture signal means sign gesture or sound intended as a message command etc اللي هي إشارة sign a piece of wood قطعة من خشب أو metal or plastic that tells or shows people something تخبر الناس أو تعلم أو تضع ناس على علم sign symbol اللي هو الشيء an idea shape or design used to represent something اللي هو رمز gesture اللي هو إماعة أو تلويح a movement you make with your hands حركة تقوم بهبيتك or facial expression أو بوجهك تعدي رجهك you use to convey a particular meaning okay we have also location position site spot location means the place where something happens or exists موقع position له الموضع a place where somebody or something is and site means a place used for something or where something has happened and spot means a specific place or location مكان محدد أو منطقة محدد spot the last group of words transfer transmit and transport transfer means to move somebody or something from one place to another and transmit means to send a signal from one place to another and transport means to carry people or goods from one place to another let's talk about grammar now in page 44 this is about closes of purpose result and concession okay now closes of purpose what is closes of purpose closes of purpose we use certain closes to show why somebody does something يعني ليش الشخص هذا يقوم بالشي هذا this is closes of purpose طبعا we have some expressions بعض تركيب لهذه الجمل ممكن استخدم معها to base form أو so as to base form طبعا base form اللي هو دائما بكررها base form اللي هو الفعل شكل الأساسي أو in order to base form طبعا متلا استخدم هذه تركيبة هذه to base form أو as so as not to base form أو in order to base form إذا كان the subject of the verb in the infinitive is always the same okay the subject of the verb الفعل للفعل in the infinitive is always the same مثلا I just called to invite you to my house هذي عن الجملة الأولى تركيبة الأولى he walked in quietly so as not to wake up his parents للتركيبة الثانية we are saving money in order to buy a new car للتركيبة الثالثة in order okay another structure for ing form to express the purpose or function of an item مثلا نقول I use the electric knife for cutting meat for والفعل في ing أو التركيبة التركيبة التالية so that subject can may will so that subject could might would طبعا هنا تلاحظ بشكل سريع can may will دائما نستخدم في present أو future و could might would تستخدم ها متى في her his foot steps okay the last thing about in case أو in present or past in present we use it كما تعرف واضحة في المضارع أو المستقبل ولكن in past in case وفي الماضي نستخدمها purpose الغرض أو الهدف من هذا الشيء في الماضي مثلا الجولة الأولى في المستقبل I will take an umbrella in case it rains okay أو في الماضي he gave me his telephone number in case I wanted to call him okay also we will talk about closes of result okay what is closes of result we use closes of result to express the result of an action or conclusion or to say what happens or what may happen as a result in the action يعني نتيجة هذا الحدث تعبر عن نتيجة أو خاتمة conclusion طبعا عندي عدة تركيب ممكن استخدم so والفاعل so adjective أو adverb with that طبعا so that أو such as أو أيضا ممكن استخدم to or enough okay لاحظينا so يجي معها adjective أو adverb with that so مثلا نقول the maths problem was so difficult difficult is adjective that I couldn't solve it لذلك لم استطع حلا they shouted so loudly this is advert loudly that everybody heard them أو سو معها much من little view واسم و that مثلا I have read this poem so many times that I know it by heart now أو سچ استخدم مع سچ سچ plus آآن adjective singular countable nouns اسم مفرد معدود و that it was such a beautiful day that we decided to go for a picnic أو سچ معها adjective uncountable أو plural countable noun نقول he was wearing such strange clothes that everyone was looking at him أو استخدم أيضا سچ مع lot of و اسم I have put on such a lot of weight that I don't fit into my clothes anymore أو أو enough تو معها الصفة أو الحال مثلا نقول to this dress is too expensive for for me to buy أو enough طبعا يجي بعدها نقول بعدها for somebody full infinitive لاحظ to enough بعدها يجي full infinitive the dress is not big enough for me to wear okay let's take the third part الجزء الثالث من هذه القاعدة وهذه closes of concession and this is about we use closes of concession to express contrast or opposition باختصار شديد هذه القاعدة تستخدم طبعا دائما متعلقة ب although أو even though أو in spite of أو despite طبعا في المعنى العكس للجملة الأساسية مثلا استخدم although أو even though أو though plus subject ثم الفعل مثلا نقول although he was starving برغم أنه جائع he didn't take any of the food they offered him لم يأخذ أي طعم الذي قدم له في أيضا تركيبة ثانية اللي in spite of أو despite زائد الاسم أو ing form أو what واحدة منها عادي in أو despite the heavy rain برغم أن المطر شديد it was very hot الجو ساخن متنافية in spite of feeling afraid jim went on the roller coaster despite what you may think that's not the case أيضا تركيبة الأخيرة in spite of أو despite the fact that close مثلا نقول he went jogging in spite of the fact that he had a terrible headache let's do the exercise about the closes of purpose results and concessions okay number one it was space cold outside that lake froze it was so cold number two the pilot managed to land the plane safely the heavy rain should go despite in spite of in spite of Mataji three everyone came to the meeting the weather was bad even though the weather was bad okay number four I will take an umbrella I will take an umbrella in a train in case in case it raised he walked quietly he walked quite quietly nobody would hurt his footsteps so so that so that the last one there were space nice people that everyone enjoyed their company so we will say such nice people such nice people okay in page 47 we will take vocabulary about idioms with parts of the body idioms اللي عبارة اصطلاحية او شيء ما الى ذلك يعني عبارة تستخدم لموقف ما او شيء ما the first one keep one's head طبعا one's تعني my his or her or our الى ذلك ملكية keep one's head تعني to be calm in a be all ears تعني to listen very closely to what is being said break a leg تعني good luck turn a blind eye to get cold feet to become too nervous to take part in difficult or dangerous situation down in the mouth unhappy be all fingers and thumbs to be unable to do something practical okay cost an arm and a leg large amount of money flesh and blood someone's own family put one's foot down to insist on something happening have the cheek to tiny to act in shocking and rude way have one's heart in one's mouth to be excited worried or frightened okay now we will revise causative form what is causative form causative form is used when we do not do something ourselves but we arrange for somebody else to for us it is also used to express an accident or a misfortune that happened to us last month we painted the house last month we did it ourselves ان هذا الشي قمنا به بنفسنا لاحظ هنا الفعل we painted في الماضي طيب لاحظ هنا we had the house painted اضفنا had ثم او have طبعا لانه في الماضي we had the house painted last month مش معناها ان painter did ان هذا الشي قام به painter so the causative form is formed as follows يكون صفاعل have or get طبعا لك الحرية الجمل هنا في present symbol i have present symbol i have my car fixed الفعل اغفنا لأيدي present progressive i am having present progressive i am having my car fixed past symbol i had my car fixed past progressive i was having my car fixed future will i will have my car fixed present perfect symbol i have had my car fixed and past perfect symbol i had had my car fixed and model verbs i must have my car fixed future going to i am going to have my car fixed and imperative have my car fixed present infinitive i managed to have my car fixed and ing form i remember having my car fixed okay now let's do the exercise expand the notes into sentences using the causative form okay we have roman his car clean every week roman has roman has every week isn't simple roman has his car cleaned cleaned الفعل الفعل واضفنا لدينا فعل منتظم past participle نخليه في التصريف الثالث طيب rick his her caught barbers yesterday عندك الحلاق قص شعر شنقول rick had لأن في الماضي لها في تصبح had rick had his her شعر cut تفعل التصريف الثالث أيضا cut at the barbers yesterday okay we covered in this or in the previous lessons غطينا في دروس السابقة unit three and unit four we finished words easily confused phrasal verbs go noun or nouns ending in ant or ent phrasal verbs turn compound nouns and in unit four we covered cruises of concession result and purpose causative form words easily confused idioms with parts of the body I hope that's here thank you very much for your watching and see you inshaAllah next time and see you شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب ثالث ثانوي مسار الفصلي في مقررة تفسير رقم ثلاثة الدرس الثالث من الوحدة الثانية من سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى قوله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من فوائد الآيات وأحكامها الشرك بالله أن الشرك بالله من أمثلة الشرك بالله ومن أنواع الشرك بالله اتخاذ الأنداد والنظراء لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريكا لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثير فمن جعل لله ندا أو نظيرا أو شبيها أو شريكا فقد أشرك بالله الشرك الأكبر ومن الفوائد من الآيات وجوب أن تكون محبة الله تعالى في القلب أعظم محبة محبة الله عز وجل يجب على العبد أن تكون محبته لربه أعظم محبة لا يخالطها أي محبة لا يزاحمها محبة ومن ناتج هذا من ناتج أن تكون محبة الله أعظم أن العبد يقدم أمر الله على أي أمر حتى على هوى نفسه أعظم خسارة تلحق بالمشركين يوم القيامة يوم أن يلقى الله عز وجل ثم لا يكون له عند الله حجه ثم يسحب على وجهه بالنار نسأل الله السلام والعافية وهي أعظم خسارة ممكن أن تقع للبشر هي أن يكون الإنسان يوم أن يلقى ربه لا حجة له بين يديه رحمة الله بخلقه حيث أحل لهم ما في الأرض ولم يحرم عليهم إلا ما فيه ضرر كل ما حرم الله عز وجل فيه ضرر وإذا أراد الإنسان يتأمل شيئا قليلا فإنه سيجد أن الذي أحله الله عز وجل له أكثر مما حرمه عليه إنما حرم عليه ما ضره ونحو ذلك أما الحلال فإنه باب واسع وذلك فضل من الله من الفوائد أن الشيطان يتدرج في إدلال العبد من خلال خطوات أن الشيطان لا يأتي للعبد ويقول أكفر بالله مباشرة فإن قدر عليه أن يأمره بالكفر ويأزه عليه ويقع بالكفر فإنه يقع أفعل ذلك لكن إن تمنع العبد وخاف الله وتراجع أو علم مما يعلم أن الله قادر عليه فلم يقع في الكفر فإنه يتدرج معه بما هو دون ذلك من فعل مكرهات أو ترك سنن ثم ينتقل به إلى أن يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات ويستدرجه حتى يوقعه في المهالك صلى الله عليه وسلم والعافية خطورة القول على الله بغير العلم من قال على الله بغير العلم فقد باء بإثمها وسيسأله الله عز وجل عن هذا فلذلك مما يجب على المسلم ويجب علينا الطلاب أن لا نقول في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم إذا كان الإنسان سئلة أو في نقاش مع زملائه أو نحو ذلك سئلة عن أمر ما عنده جواب في هذا فإنه يسعه أن يكون يسكت لا يتكلم إلا أن يكون عنده علم ما عنده علم فإنه لا يجوز له أن يتكلم والوعيد الشديد كما مر معنا في الآيات السابقة التي هي موضع الدرس الأصدقاء والأحباب يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين فريق مؤمنون مع أصحابهم وأصدقائهم فريق كافرون سلامه العافية يتبرأ بعضهم من بعض إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب يتبرأوا من بعضهم أما المؤمنون فإنهم أصدقاء في الدنيا وأخي الله وأصدقاء وأصفياء في الآخرة سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الدرس الرابع من الوحدة الثانية من سورة البقرة قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب معنى الكلمات من الكلمات أحصرتم معنى مذلك منعتم وحفستم عن إتمام المناسك إما بمرض أو بخوف عدو كلمة أخرى يبلغ الهدي محلة الهدي هو ما يساق إلى البيت الحرام لطعام فقراء البيت الحرام بهمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم محله هو البيت الحرام حتى يبلغ الهدي محلة أي حتى يصل الهدي إلى المكان الذي أهدي إليه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وبحمد من فوائد الآيات تعظيم شعائر الله بقول الله عز وجل أمي وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن الفوائد على المسلم أن يتفقه في الدين ويعرف أحكام العبادات منها الحج والعمرة التي هو في معرض فعلها كما جاءت بهذه الآيات من الفوائد وجوب إتمام الحج والعمرة وإن كان تطوعا حتى ولو كان الحج والعمرة تطوع فإن إتمامهما واجب الحج والعمرة يجبان على المسلم مرة واحدة في العمر وما زاد عن ذلك فتطوع إلا أن يشرع فيه فإن يشرع في الحج أحرم بحج وأحرم بعمرة فإنه ليس له أن يرجع عنهما عن أي منهما وإنما إتمامهما واجب في حقه ومن فوائد وأحكام هذه الآيات أن محضورات الإحرام محضورات الإحرام إذا فعلها العبد فإن من تيسير الله عز وجل عليه أن جعل عليه فدية في بعض هذه المحضورات فدية بعض هذه المحضورات صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه لفقراء الحرم والمحرم مخير بين هذه الأمور مخير بين هذه الأمور طبعا بلا شك أنه ليس من هذا مسألة الجماع فإن لها حكم آخر هي من ما سوى الجماع أما الجماع حكمه آخر المتمتع هو من أراد الحج في أشهر الحج ثم أحرم بالعمرة أحرم بالعمرة في أشهر الحج هذا هو المتمتع التقويم التقويم مسألة سؤال في التفكير الشريعة الشريعة بنيت على التيسير في أحكامها أن المكلف يفعل الأيسر له بموجب الدليل الشرعي بموجب الدليل الشرعي الحج مثال على التيسير الحج كله مثال أو الحج فيه أمثلة كثيرة على التيسير وفي ذات الحج هو تيسير على العباد في أحكام الحج أمر يتضح فيه التيسير بخوة وظاهر جدا تأمل أحكام الحج وتأمل أفعال الحج ما الذي يظهر فيه التيسير يكون التيسير فيه ظاهر جدا نعم تأمل هذا تجد أنه أنه التيسير في الحج في ذات الحج أنه لم يجب على الإنسان إلا مرة واحدة في عمري وكذلك العمرة تصور لو أن الحج وجب في كل سنة مثل الصيام كيف سيكون حال المكلم خاصة مع البعد والتكاليف والسن وأمور كثيرة لكن من رحمة الله وتيسيرها على العباد أن جعل الحج والعمرة واجبان على الإنسان على المسلم مرة واحدة في حياته إذا زاد أكثر من ذلك فهذا فضل من الله توفقه إليه وهذا عمل صالح يثاب عليه بإذن الله السوجة الدرس الخامس من الوحدة الثانية من سورة البقرة الآيات من قوله تعالى الحج أشفر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا أجدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقوني للألباب إلى قوله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم هنا تنبيه على قراءة آية قد يخطئ فيها بعض من يقرأها في قوله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله هنا قوله في قوله يعلمه هنا فعل مجزوم الميم ساكنة الميم ساكنة مجزومة الخطأ الذي قد يقع بعض من يقرأ يقول وما تفعلون من خير يعلمه خطأ الصحيح وما تفعلون من خير يعلمه الله فيتنبه لهذا معاني الكلمات من معاني الكلمات كلمة رفث أي المراد بالرفث الجماع ومقدمات الجماع من الخطبة والعقد والشهود عليه ونحو ذلك كل هذا ممنوع في الحج ومن الكلمات أفضتهم مراد بها دفعتهم بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى مزدلفة لفاطة هنا دفع عرفة إلى مزدلفة بعد مغيب الشمس هذا مراد بها هنا من أحكام الآيات يستحب للحج فعل الخيرات من طعام الطعام وبدل المعروف والصلاة والاستغفار والذكر والتسبيح كل هذه مستحبة للحج أن يلازم عليها فإن هذا من مواضع الذكر العظيمة وهو الحج تقوى الله عز وجل أعظم زاد المسلم ولا يحرص على التقوى إلا من وفقه الله وكمل عقله ورجح عقله ودله على الصواب ودله على الأمر الذي خلقه الله عز وجل من أجله وهو تعظيم الله الذكر يستحب للحج أن يلازم الذكر في كل أحواله في عرفة وفي مزدلفة وفي ميناء وفي الحرم في طوافه وسعيه وفي رمي جمراته وفي كل أحواله أن يلاؤوا في ذبحه فيلازم الذكر والتسبيح وتعظيم الله في كل الأحوال مما حاصل الإسلام المسوافين للمسلمين تجد أنهم في الحج كلهم سوا لباسهم واحد ماكن وقوفهم واحدة في عرفة يقفون جميعا وفي مزدلفة يبيتون بها جمعين ويرمون الجمرات كلهم لا فرق بينهم لباس واحد ويذكرون الله يتوجهون إليه يطلبونه فضله ونواله التقويم قارن بين الحج والعمرة من حيث زمن العبادة كل عبادة لها زمن الحج له زمن والعمرة لها زمن هل الحج العمرة تقع في كل وقت أو هل الحج يقع في كل وقت أو هل الحج له وقت محدد أو هل العمرة له وقت محدد هذا هو المقصود بهذا السؤال الجواب الحج بلا شك لا يقع إلا في وقت محدد وهو في شهر الحج والحج عرفه يوم التاسع عند الحجة العمرة تصلح وتصح في أي وقت من العام في أي وقت من العام تصح فيها العمرة وتقع وذلك فضل الله سبحانه وتعالى الترسل السادس من الوحدة الثانية من سورة البقرة هنا يقول الله في الآيات يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق إلى قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله بأيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون هنا مناسبة لهذه الآيات التي قبلها الآيات التي قبلها هذه الآيات يعني الآيات التي كانت في المقطع السابق في قوله عز وجل كانت معنا الآيات في المقطع السابق في قوله عز وجل الحج أشهر معلومات وهنا جاء الكلام على بعض أعمال الحج بعض أعمال الحج التي هي من هناك جاء الكلام عن الحج في أصله وهنا جاء عن أعمال ملازمة ومصاحبة للحج وهي ذكر الله في أيام الحج وخاصة في أيام التشريق الأذكار التي تشرع للحج الزمنة والأوقات التي تشرع فيها الأذكار للحج وخاصة في أيام التشريق التي جاء ذكرها في الآيات كما لاحظتم في الآيات فيها هذه فيها فوائد وأحكام من فوائدها من فوائد الآيات فوائدها كثيرة من فوائدها فضل ذكر الله سبحانه وتعالى فضل ذكر الله سبحانه وتعالى ومشروعية ختم الطاعات به يشرع أن يختم المسلم طاعته من صلاة وصيام وحج بالذكر إذن هل له فائدة الذكر بعد هذه الطاعات نعم له فائدة فائدته قطعا الإنسان ضعيف قد يحصل من التقصير والخلل والنقص فائدة الذكر بعد الطاعات أنه يجبر ما يكون فيها من نقص لا يغفل عنه الإنسان أو ما كان يقصده مما لا يخل بأصل العبادة من فوائد الآيات فضل مداومة على قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه كثيرا كثيرا أيضا المسلم من الفوائد أن المسلم المؤمن يسأل الله خير للدنيا والآخرة يسأل الله خير للدنيا والآخرة لا يمسيه سؤال خيرات الدنيا عن سؤال الآخرة ولا يغفل عن الدنيا ينشغل بطلب الآخرة والدعا لها ويغفل عن أمور معاشه فإنه مأمر بهذا وبهذا وإن كان ولا شك خطعا أن أمر الآخرة هو الأعظم أن أمر الآخرة بلا شك أنه هو الأعظم عملا للآخرة وسؤال الله عز وجل ما يحصل خير في أمن الآخرة هو أعظم والدنيا لا يستغني عنها المسلم لأنه أوجده الله عز وجل في الدنيا ليعمرها بطاعة الله وما يعين على طاعة الله مشروعية الإكثار من ذكر الله وتكبره أيام التشريق أيام التشريق معلومة أنها هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة أيام ذكر لله عز وجل والحاج مأمور فيها بالإكثار من الذكر وكذلك الذي لم يتيسر له الحج فإنه مأمور فيها بالإكثار من الذكر وكلهم مأمورون بالإكثار من الذكر في هذه الأيام لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم التقويم عندنا تقويم هنا في هذه بعد هذا المقطع السؤال قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هنا أمور يستحب للمسلم أن يدعو بها بل أن يلازم على الدعاء بها كثيرا في أحواله أن يلازم على هذا الدعاء الذي جاء في هذه الآيات طيب نريد أن نقف نجزئ هذا الدعاء حتى يسهل حفظه ويسهل فهم معناه تجزية الدعاء تسهل حفظه وتسهل فهم معناه قوله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار كم جاء في هذه الآية من الدعاء كم أمر أمر المسلم أن يدعو به في هذه الآية تأمل الآية كم أمر أمر المسلم يستحب له أن يدعو به في هذه الآية نعم هنا الجواب تأمل الجواب الجواب كما جاء في الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا الأمر الأول الأمر الثاني وفي الآخرة حسنة والأمر الثالث وقنا عذاب النار هذه جمعة خيرات الدنيا والآخرة جمع هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة فلذا ينبغي المسلم أن يستكثر من هذا الدعاء في كل أحواله درس السابع من الوحدة الثانية من سورة البقاء الآيات الآيتان قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم من فوائد واحكام الدرس اجتملت آية الكرسي على ثمانية عشر اسما لله عز وجل بين ظاهر ومضمر وهذا يدل على شرف وعظم هذه الآية ولذلك فإنه يفرق منها الشيطان لأن فيها تعظيم الله عز وجل ولأن الشيطان لما أمره الله عز وجل بتعظيمه لما أمره الله عز وجل بأمره عصى الله عز وجل وخلف أمره وهنا هذه الآية فيها عدد ثمانية عشر اسما من أسماء الله عز وجل من أسمائه وهي كل أسماء الله عز وجل عظيمة وكل أثارها عظيمة سبحانه وبحمده لا إله إلاه الإسلام من الفوائد أن الإسلام دين واضح ببراهين وأدلة لا يجبر أحد على دخول الإسلام لا يجبر أحد على دخول الإسلام لكن يبين لهم الإسلام كما أراد الله عز وجل أن يبين للخلق فإذا بيّن الإسلام للخلق إذا بيّن الإسلام للناس للبشر فإنهم يختارون الطريق الذي يرونه وهناك الله عز وجل يتولاهم الله يتولاهم سبحانه وبحمده من فوائد الآيات توحيد الألوهية توحيد العبادة هو التوحيد الذي جاء به الرسل عليه السلام لقد بعتنا ذي كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنوا الطاغوت وهو التوحيد الذي أنكره المشركون أنكره المشركون وإن كان إنكار المشركون له في حقيقته هو إنكار في الظاهر لأن الله عز وجل قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو من فوائد الآيات يوم القيامة لا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا أن يأذن الله له سبحانه وبحمده فإن أذن له شفع وإن لم يأذن له سبحانه وتعالى لا يشفع ولذلك إمام الشافعين هو النبي صلى الله عليه وسلم حين يأذن له الله عز وجل يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم التقويم لهذه الآيات الآية رقم مئتين وخمس وخمسين هي آية الكرسي ومر ذكرها قرأناها قبل وجرى الكلام عن بعض قوائدها فيها ذكرنا فيها تمانية عشر اسما من أسماء الله بين ظاهر ومضمر ممكن تفتح مصحفك أو تعود إلى الآيات تستحضر الآيات في ذهنك تستخرج من خمسة من أسماء الله عز وجل خمسة من أسماء الله خمسة من أسماء الله الحسنة التي جاءت في هذه الآية العظيمة والآية جاء فيها ثمانية عشر اسما لله سبحانه وبحمده لا إله إلاه من الأسماء التي جاء منها من الذي جاء في سورة في آية الكرسي قول الله هذه الأسماء الله جاءت في قوله الله لا إله إلاه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية إلى آخر هذه خمسة أسماء الحي القيوم الله العلي العظيم وجاء غيرها أسماء أخرى درس الثامن من الوحدة الثانية من سورة البقرة هنا تمهيد مهم جدا الله عز وجل يمدح نبيه والذين آمنوا معه بإيمانهم بالوحي وإيمانهم بالملائكة والكتب والرسل وعدم كفرهم بأي أحد من الملائكة وهذه أركان الإيمان كما تعرفون أركان الإيمان الستة جاء بعضها في هذا الموضع الآيات قول الله عز وجل الآيات التي معنا الآن قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير ثم الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة السورة تنتهي بالآية 286 كما مر معنا قبل أن عدد آيات السورة 286 آية وهنا آخر آية في هذه السورة في كلمات يعني نحتاج معناها هنا منها قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا إصرا معنى الإصر الإصر هنا معنى العبء الثقيل في التكليف الشاق والأمر الصعب ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يكلفهم بأمر يشق عليهم لا يكلفهم بأمر يشق عليهم في عباداتهم لا يكلفهم بما يشق عليهم فإذا كلف الله جاء في التكليف شيء يشق على بعض العباد فإنه من رحمة الله عز وجل جعل لهم التسر ينتقلون من الأمر الذي يشق عليهم من الأمر الذي يصلح ويناسب وأرفق بأحوالهم من أمثلة ذلك الصلاة قائم هذا حكم الصلاة حال القيام فإن شق عليه القيام فإنه ينتقل إلى الحكم الآخر الصلاة جالس وهذا من تيسير الله عز وجل فوائد وأحكام من الآيتين الأخيرتين في السورة الشريفة بركة التسليم لله تعالى ولأمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما قالوا سمعنا وأطعنا كافأهم الله برفع الحرج عنهم ورفع الحرج عنهم لما قالوا سمعنا وأطعنا الله عز وجل جازاهم برفع الحرج أنه لا يكلفهم إلا بما يطرقون وهذا استخرت عليه الشريعة بفضل الله عز وجل أن ليس في الشريعة التكليف بما لا يطاق هذا فضل ورحمة من الله سبحانه وبحمده لا إله إلاه من الفوائد والأحكام كفر من كذب أحدا من المرسلين أي أن من كذب أحد من الرسل فإنه يكفر ومن كذب أي من المرسلين فإنه يكفر ولا ينفع أنه صدق بواحد أو أربعة أو نحو ذلك لكنه يجب أن يصدق الإنسان بكل المرسلين بقوله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله والانقياد لأمرهما وهذا هو التسليم لأمر الله عز وجل وهذا هو معنى الإسلام ولا يكمل الإيمان إلا بالطاعة والانقياد التام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من فوائد الآيات الإسلام دين السماحة واليسر وذلك جاء رفع الحرج عن المؤمنين رحمة به وهذا تسير من الله عز وجل وفضل ومنه الآيتين في صوت البقرة الآيتين الأخيرتين في صوت البقرة آية 285 وآية 286 يستحب قراءتهما كل ليلة وهذه من الآيات الشريفة العظيمة التي فيها معاني التوحيد ومعاني الإيمان ومعاني التسليم والانقياد لله عز وجل على المسلمين أن يحققوا معنى ولاية الله عز وجل في أنفسهم بصدق الإيمان والتقوى له سبحانه وبحمده لا إله إلا أهل التقويم عندنا هنا تقويم حدد موضع آيتي الدرس في صورة البقرة الموضع الآيتين في صورة البقرة أين موضع الآيتين من صورة البقرة آية 285 وآية 286 طبعا موضعهما واحد لكن هنا نريد أن نقف عليهما في المصحف تفتح مصحفك وانظر أين موضع الآيتين تجد أن الآيتين هما آخر آيتين في الصورة آخر آيتين في صورة البقرة تفتح مصحف على آخر صفحة في صورة البقرة تجد الآيتين وذلك هذا الكلام المراء المقصود تسهيل موضع معرفة الآيتين لمن لم يحفظهما أن يحفظهما ويقرأهما في أوقات كما في الأوقات التي جاءت السنة بقراءتهما فيها معنا الدرس الأول من وحدها الثالثة الدرس الأول من وحدها الثالثة سورة آل امران موضوعنا الأول هنا هو التعريف بسورة آل عمران التعريف بسورة آل عمران السورة هي مدنية ومكية السورة مدنية آياتها 200 آية وهي سورة مدنية ترتيبها في المصحف بعد سورة البقرة وباشرة أبرز موضوعات السورة تقرير حقيقة التوحيد وبناء العقيدة والتأكيد على صدق الرسل وإنزال الكتب بيان كيد من يحرص على تفتيت الصف الإسلامي وزعزع على تعقيدة المسلمين الرد على من ادعى ألوهية عيسى عبد الله ورسوله وبيان أنه عبد لله وأنه رسول لأمة من الأمم وهي أهم بني إسرائيل الدعوة إلى التفكر في مخلوقات الله وأخذ العبر والعظات وفي الأفاق وفي الأنفس وفي الكون توجيه المؤمن للدعاء الخاشع والإنابة الصادقة وهذا جاء في آخر السورة وكما من يقرأه يجد هذا في آخر السورة في آخر السورة جاء بقول ربنا يكرر هذا في عدة آيات في آخر السورة التقويم على هذا في اسم مشترك تشترك في سورة آل عمران وصورة البقرة اسم مشترك بين آل عمران بين سورتي آل عمران وصورة البقرة يجمعهما اسم واحد اجمعهما اسم واحد الاسم هذا هو الزهروان الزهروان وجاء أنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة أسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله ومنه ولطفه وبركته تابع للدرس الأول من سورة آل عزيز يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إلى قوله سبحانه وتعالى هنا الموضوع المناسب للآيات اختر الموضوع المناسب للآيات هذه الآيات في موضوع يعني موضوع عاضح أنه موضوع أنسب أن يكون عنوانا لها الأنسب أن يكون عنوانا لها أمامك عدة خيارات أهمية اجتماع كلمة المسلمين عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النهي عن افتراق كلمة المسلمين ما الأنسب من هذه العناوين أن يكونها عنوانا أو موضوعا للدرس؟ تأمل، تأملوا شيئا سيرا تأملوا، طيب، نعم الأنسب من هذه الموضوعات أهمية اجتماع كلمة المسلمين عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النهي عن افتراق كلمة المسلمين الأنسب من فوايد وأحكام هذه الآيات الشريفة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام وبيان الحق للناس هذا واجب على كل مسلم واجب على كل مسلم واجبون على كل مسلم ولكن هذا الوجوب لا يستوي فيها الناس كل إنسان يجب عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة وما في معناها بحسب قدرته واستطاعته ومكانته وعلمه وولايته كل إنسان عليه واجب يختلف عن الآخر الواجب هنا الواجب بحسب قدرة الإنسان واستطاعته وعلمه ومكانته ومسؤوليته بيان أن إقامة الأمر المعروف أنها المنكر والدعوة إلى الله في المجتمع من فروض الكفايات أحيانا نسمع يقول فرض كفاية وفرض عين فرض كفاية وفرض عين بايش معنى فرض الكفاية فرض الكفاية أنه إذا قام به بعض من المسلمين سقط الإثم عن الباقيين وفرض العين أنه لا أحد ينوب عن أحد فيه مثل الصلاة فرض عين على كل مسلم ما أحد يصلي عن أحد لكن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف أنها المنكر من فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقيين نعم من فوائد الآيات من فوائد الآيات واحكامها أن كل إنسان سيلقى جزاءه عند ربه سبحانه وتعالى كل إنسان سيحاسب عن نفسه وكلهم آتيه يوم الضيامة فارداء من فوائد الآيات في قوله سبحانه وتعالى أكفرتم بعد إيمانكم فيه إشارة إلى أن الإيمان قد يبلى في قلب الإنسان قد يخلق وأن الإنسان نسأل الله السلام والعافية قد يخرج من الإيمان ولذا يجب على المسلم دائما أن يتعاهد نفسه بطاعة ربه وأن يفعل ما يقوي إيمانه من كثرة الطاعة من النوافل والواجبات من النوافل والواجبات وهذا مما يزيد الإيمان في قلب العبد ويعلقه بربه سبحانه وتعالى ويكون له برحان عند الله عز وجل من فوائد الآيات أيضا في قوله سبحانه وتعالى أولئك لهم عذاب عظيم في بيان أن التفرق التفرق بين المسلمين هو سبب العذاب العظيم في الآخرة التفرق بين المسلمين في كلمة المسلمين التفرق الأمر الذي يفرق المسلمين يجعلهم أحزاب يقتلوا بعضهم بعضا ويقرأوا بعضهم بعضا يعادي بعضهم بعضا أن هذا هو من أسباب العذاب العظيم عند الله ومن قيامه نسأل الله السلام والعافية ونسأله سبحانه وبحمده لا إله إلا هو أن يجعلنا دائما مفاتيحين الخير مغالغة للشر التقويم عندنا التقويم هنا لإنكار المنكر ثلاث مراتب إنكار المنكر له ثلاث مراتب واحدة من هذه المراتب لا أحد يعدر بتركها في مرتبة مراتب الإنكار ما فيها حد يعدر بتركها طيب ما هي هذه المرتبة المرتبة هذه ما هي حتى يعرف الإنسان ما الذي يجب عليه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة